اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وان يجعل هذه المجالس التي نجلسها مجالس ذكر ومجالس علم يذكرها الله عز وجل في الملأة الاعلى ويتباهى بها لدى ملأته الكرام واعتذي لديكم عن هذا التأخر الذي حصل وانسو الله سبحانه وتعالى ان تبارك لنا ولكم في الأوقات حديثنا اذا وندخل في موضوعنا بدون مقدمات عن موضوع الوسطية في الإسلام او الإسلام وكيف نفهمه وثق المنهج الوسطي وانسو الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وياكم بما علمنا وان يجعل هذا العلم خالص ومسدد او الإخوة في مقدمات عن موضوع الوسطية ونحن نتكلم عن الوسطية لأن الوسطية هي قاعدة بل هي اهم قاعدة من قواعد فهم الإسلام فنقول ان فهم الدين واجب كل مسلم والفهم يجب ان يسلق العمل لأن الفهم هو العلم وكما قال الإمام البخاري او وضع عنوانا في كتاب العلم لأحد أبوابه فقال باب العلم قبل القول والعمل لابد الإنسان ان يكون له علم بالدين قبل أن يقول في الدين قولا أو أن يعمل في الدين عملا لأن القول بلا علم قد يوقع الإنسان في الخطأ وقد يوقعه في الزيغ والضلال والعيذ لله وكذلك العمل بدون علم قد يؤدي به أيضا إلى الانحراف وإلى الزيغ مما إلى الفراط أو إلى تطبيق ولذلك الفهم مسؤولية المسلم والمسلم مكلف بأن يتعين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضا على كل مسلم والعلم الذي هو فريضا فيه طبعا ما يحتاجه كل مسلم لحسن فهم دينه وتطبيقه وهذا واجب عيني فريضا عيني على كل مسلم وهناك التبحر في علوم الدين والتخصص هذا واجب كفائي على الأمة إذَا نَفَرَ مِنَ الْأُمَّةِ مَنْ يَتَعَمَّكُ فِي الْعِلْمِي وَيُسْبِحُمْ مُعَيْلِي مَنْ لِغَيْرِي فَقَدْ أَدْتِ الْأُمَّةِ وَاجِبًا أخذ بالتوقع أليس بذ~~ فيعل يقد spotted الس processo فقد قام��릴 الإمام بخاري بخاري من خلف по عندي ثابت وفاق الموسيقى يحارب أنه لكيصال السابق يتكلم يعمل كفاة وغيران الكريم يحوان وليس تغيران المتابعة يحوان وليس تخطأ المتابعة كمية ثمان وليس تجد وليس يحوان ويحوان ايضا ويقضي ويحوان يستطيع أن نقوم بالله إذا لا اقوم بغضاء لكن الكثير من أنها، التي يسمونها هي الأشبار في كل هكذا كم يقول حكاً، الذي سنجد طول الله يسمون قرأة طول الله تفكر بشكلemente أنها تفكر قد توفى كل مزلم أجل ولا تفكر الكلية أنت لديك تفكر إنه يكن بطريقة مجموعة أو تحقق بطريقة مجموعة ومنون يمكن أن يقول هذا أن يكون في نزال أنه يكون بعض فإن الله نحن عنك إنه يحطر الله تعالى وعراء الله تعالى ولكن سوى المسوى كما تعلمين أنه يتعلقا إذا كان يكون في تستخدم كل الجميع مانت 아이acie شد دواء دواء وهو يجب أن يجب بإجاومة اللقاء و أنفس نضيف المبذارات هي المبذارات المردية قمة المردية هناك أن نضيفة في جيدة كل مردية يجب أن يكون سبقائن لك في الروسين السبب السابق سبقائنا 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 تكتب ونساعدة ونساعدة المعارضة ويقول للقليل يقول لقليل يقول للمشاهدة في المهمة الإسلام و هذا يجعل الأحد الفقراء المعاصرين والمفكرين الكباب المخممد المعامر يقول بأن الوساطية مفهوم الواسطية ومبدأ الواسطية وخاصية الواسطية في الإسلام هي العدسة التي من خلالها ننظر إلى الإسلام كله العدسة يعني العدسة المصور عندما يصور يشوف من خلال العدسة ينظر إلى المنظر كامل يعني un penseur مجمونا contemporام محمد أعمال ينظر إلى المنظر يصدر إلى المنظر فإنظر إلى الواسطية ليس ليس كونه ليس كونه الإسلام لكن لذلك لذلك ينظر إلى إلى الواسطية أجب العدسة على هذا derعليم يرح أن بحثت الواسطية يظر إلى الواسطية على کونه increased الواسطة والذي يؤيد هذا الكلام أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن هذه الأمة ووصفها بأوصاف كان من أبرز ما وصف الله تعالى به أمة الإسلام أنها وصفها بأنها أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهذه الآية جاءت في سورة البقرة في منتصر سورة البقرة يعني الآية 143 سورة البقرة فيها 186 آية فإذن هذه قلب القلب يعني وصورة البقرة نفسها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فصاة القرآن كأنها هي وسط القرآن وفعلا قال العلماء أن كل ما جاء في بقية سور القرآن هو كأنه تفصيل لما لخصه القرآن في سورة البقرة البقرة هي الزبدة فإذن البقرة هي وسط القرآن وفي سورة البقرة هي الوصطية وفي سورة البقرة هي السورة البقرة في سورة البقرة وفي سورة البقرة يتفصيل لذلك جعلناكم أمة وسطا donc j'ai dit ce qui montre effectivement l'importance de ce juste milieu c'est qu'Allah lorsque Il a voulu parler de cette Ummah comme Allah veut qu'elle soit c'est-à-dire Dieu choisit pour cette communauté comment elle devrait être comment elle doit être il a dit de cette Ummah et c'est ainsi nous avons fait de vous إلي أن تكون ممتازاً لكي أتمنى على تقديم الناس ويكون الله سيكون ممتازاً ومن يكون ممتازاً أمام الله سبحانه وتعالى في صفحة الله سبحانه وتعالى ومن يكون ممتازاً ما هي الوصادية التي لا تفهمها من هذه الأيام إذا يقول لي يمكننا التهمية لهم والرسول صلى الله عليه وسلم قرأونا هذا ما نعلى هذا القريب بذلك ، نبای اسلامته ، وقال نبای السلام قلمة ، نبای اسلامته ، نبای اسلامته ، نبای اسلامه وقال نبای اسلامتیل حالي سلم ، انه ما قلقه لمنون ، فهو بسبب للمة نبایت ، آج ازالی وصول عمام cuevra que season et rearrangement ils optimized parfaitement la langue ils comprenaient parfaitement les versers mais le prophète il a choisi quelques versers pour l'importance de ces versers pour porter un commentaire une explication au lieu of case il a une certaine ambiguïté il va également expliquer pour lever l'ambiguïté et ici dans ce verset «واصاطا» لغاية العربي هو الملح ولغة الملح أبسر لأن «واصاطا» يعني أيضاً لكما يتحدث كما يكون لكن ربما يسرع بكبير شباب يقول إنه 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 يقول إنه 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 إذن نحن نصف القاضي الذي يقضي بين الناس عندما الناس تأتي وتختصم له أو عنده نصفه بأنه قاضي عادل إذا كان لا يميل إلى أحد الخاصمين مين من الخاصمين فالقاضي يحاول أن يفهم الحق ويحكم به لا يكون عنده مين لهذا ولا لذاك إذا كان كذلك كان قاضيا عدلا إنه من مدرس لا يميل إلى أحد ولا إلا أحد نحن نحن بأحد نحن نحن في بيه ويزا أن يوز على حالك فلوه ويقضي بين السوى يقضي بين أجل بين المساعدة منه الناس يقضي لا يمين بيه إذا كان لديم هناك ملاحظر إن يغضي يجب بين منه كذلك إنه سنحاولا بحاجة وحاجة إلى أن يكون قد تفعليه فيه وعندما تقوم بحاجة أشياء فيه وذلك هذا الوصح الوصحة إذا كنت أردنا نعرف الوصحة ويقول ما ما نعرف الوصحة الوصحة هي الإعتداء هي العدد لا تقع لا في الإفرات ولا في التفريت لا تقع لا في الزيادة ولا في التقصير وإنما تكون متوسطا متوسط بين طرفين مذمومين هذا الوصحة هذا الوصحة يعني أن الإنسان يأتي أمام أمر فراضه الله عز وجل يقول لا تقع بحاجة يجب أن يكون من قبل ما تقوله يجب أن نقوله يمكن أن نقوله إن الله سبحانه وتعالى أفضل هذه الإسلامة إنه إبقى ملوحاً إنه إبقى ملوحاً إنه إبقى ملوحاً لكن الجميل هو إبقى ملوحاً إبقى ملوحاً إبقى ملوحاً إبقى لا تتباع بعمل بالطبع القرآن الكريم سأعلم كل نسمع عن الواسطية والوصولية هي منطقة العقل و هي منهج المنطقة السبيل يعني c'est le bon sens vous savez toujours la modération, le juste milieu, le fait d'imiter les extrêmes c'est le bon sens l'homme par sa nature يعني il essaie toujours d'être sur le juste milieu ولذلك عندما قال ابن عباس رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهم و قال الله مفاقه في الدين و أيام التعوي ابن عباس رضي الله عنهم c'est le grand commentateur le grand exégète des compagnons du prophète car il a reçu cette invocation du prophète pour dire c'est-à-dire que Dieu te donne le fiqh c'est-à-dire la connaissance la science véritable profonde de la religion il te donne la science de l'interprétation التعويق التعويق comment tu expliques comment tu vas dans l'explication et la compréhension dans les profondeurs فابن عباس قيل له إن العرب لهم حكم وأمثال وهذه الأمثال صحيحة مزود يعني وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوَ وَلَا تَنْقِرُوا عنقك ولا تبسطها كل البصد فتقعد ملوما محصورا هذه الوسطية يعني في الإنفاق أن الإنسان التوسط أن لا يكون شحيحا يقطر على نفسه ولا ينفق من مال ولا يتصدق منه وربما حتى لا يعج زكاته من أجل البخ ولا يكون كذلك الذي يبسط يده كل البصد بمعنى ينفق من الإنسان وربما يبذر ويسرف فهذا مذموما وهذا ملموم الشح مذموم والإصراف ملموم والوسط له وأنت توسط تنفق من المال على نفسك توسع على عيالك تؤدي حق الله في المال فلا أنت شحيح ولا أنت مسرف وهذا الوسط لذلك من ينفقدي يعني من الإضافة لإنسان تعالى أكثر ينفق من المال لن تكون لا ينفق لدور في أي مال وضع في اليسار تكون أيjob أن ينفق هو هو دون نهيه هو دون نهيه qui montre celui qui ne dépense pas qu'il est dans l'avarice comme on dit et celui qui dépense son limite il va peut-être être dans un comportement de celui qui va gaspiller et entre les deux il y a le juste milieu هذا التوسط فهذه الوسطية هي أساس الدين ولنفهم أيضا معنى الوسطية لكن قبل أن نستعرض الحديث أريد أن أعود إلى الآية التي ذكرناها من سورة البقع وكذلك جعلناكم أمة وصفة ثم قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس لماذا الله تعالى جعلكم أمة وصفة حتى بهذه الوسطية تكون شهداء على الناس بمعنى تبلغون دعوة الإسلام وتقيم عليهم الحجة وكأن الله تعالى يقول لنا لن تقوم الحجة بدعوتنا للناس إلا إذا تمسكنا بالوسطية لأننا نحرفنا عن الوسطية نحو الغلوء أو التقسير نحو الغلوء أو التفريق فسوفنا شعوره حقيقة الإسلام وصير لفور الناس من دين الله هذا المقصود يعني إليه très significatif ce verset lorsqu'il lit entre le fait que l'homme elle a cette grande qualité de juste milieu et après il dit afin que vous soyez témoin vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens, des hommes et ce témoignage qui est la responsabilité de l'oumme parce que le témoignage c'est quoi le دعوة, la transmission du message شعر دعوة, c'est dans le sens de la دعوة comme vous savez, دعوة c'est l'obligation des musulmans parce que nous, nous avons cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidé vers ce lien et nous devons le transmettre aux autres et ici dans le verset il dit vous êtes une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoin c'est comme il veut nous dire que si on va s'éloigner si nous allons laisser de côté le juste milieu pour tomber soit dans l'exagération soit dans le laxisme parce que c'est ça les deux extrêmes on ne va pas pouvoir témoigner comme il faut de notre religion et c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire parce que l'homme qui est en train il s'éloigne il s'éloigne et l'homme qui est en train il s'éloigne il s'éloigne il s'éloigne il s'éloigne il s'éloigne l'islam il peut être victime effectivement l'islam dans ses principes il est protégé mais l'islam il est porté par les musulmans et les gens qui connaissent par l'islam comment ils vont le découvrir c'est à travers les musulmans à travers les comportements des musulmans à travers ce qu'ils disent de leur islam à travers ce qu'ils vivent en tant que musulmans c'est ça qui va donner l'image de l'islam vous y avez faites attention nous avons une lourde responsabilité à la fois vis-à-vis d'un manche nous devons avoir le bon chemin et être sur la bonne voie pour ne pas tomber dans les déviations que ce soit vers l'exagération ou vers le laxisme et le relâchement mais aussi vis-à-vis des hommes qui habite l'humanité pour que le message de l'islam soit transmis d'une façon fidèle et d'une façon véritable la soeur de l'islam وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الوسطي الذي يجب أن محرس عليه لأن الأمة في تاريخها شهدت خروجا عن الوسطية أما باتجاه البروء كما قلنا والمبالغة والتنطع أو باتجاه التقصير والتفريط والخير هو في التوسط النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث جاء في السنة يتحدث عن مسؤولي أهل العلم الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا وسطيا فقال عنهم ولللك سيصفهم بصفة هي نفس الصفة التي فسر فيها الوسطية قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدود ينفون عنه تحريث الغاليب وانتحال المبتلين وطاويل الجاهلين حديث عظيم النبي عليه الصلاة والسلام سيسارين يتكلم بمجرد يتكلم بمجرارات أم الهدفة موسيقى أم الهدفة يتكلم بمجرارات الأمور يتكلم بمجرارات أمور معتني أمور ней الهاتف في السورة اتباه بالجلسة يجب أن يكون أجلسة في المسلمين مؤخرا على الجلس الصحران يحب السرعة حسن الله إنهات موسيقين وشهده وشهد فيها في مدارات وشهد في المناطق أولاد على مولادات العبادة هي من التدخل على الضحر وحولة إذا الأجاد في دعوة soyez رassurés l'assurance de la religion va être portée dans chaque génération par des hommes de justice et qu'est-ce qu'ils font ces hommes de justice qui sont des savants le prophète il a dit pour ces savants trois missions et ça montre l'importance de ces savants pour protéger la religion car Allah il a protégé la religion par sa volonté لكن من هذه المساعدة تلك المجالة التي تحتاجها على المتجاعة على الانسان وفي هذه المرأة السابقة القلوب بأنه ينفون عنه يعني عن الديل تحريف الغالي المغالي هو الانسان اللي يبالغ ويقع في المبالغ أو في الزياد هذا يحرف الدول من حيف لاشع وَرُبَمَتْ كُنِّيَ تُصَالِحَ لَا كَنَّهُ لُحَلِفَ حَقِقُتَ الدِّينِ لَا لِعَقْتِسُورَ عَنَ الدِّينِ غَيْحَقِقِي il a dit la première mission de ces hommes de justice c'est qu'ils vont défendre l'abolition contre la déformation si on peut dire des gens qui ont choisi l'exagération des extrêmes car celui qui va choisir la voie de l'exagération il va aboutir à une altération de l'image de la religion, de sa vérité il va donner une vision extrême de la religion et cette vision elle n'est pas fidèle c'est la religion du juste milieu si vous allez donner cette vision vous allez vous-même être éloignés et vous allez donner une image déformée de la religion musulmane et donc le ministre de la Salette a été échéant à ce sujet et il y a beaucoup de choses طبعاً في السنة تعرفون قصة النفر الثلاث الذين كانوا جاءوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فنساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ويفتر ويقوم من النبي طبعاً وينام ويعاشر أهله قال فكأنهم تقاللون يعني طبعاً ليس معاً ذلك أنه لم يحترم البي صلى الله عليه وسلم تقاللون في حق أنفسي يعني قالوا هذا رسول الله ونحن لسنا مثله نحن بشر وخطأون فقال أحدهم إني أصوم الضهر ولا يفتر والثاني قال أقوم الليل ولا أنام وقال لا يتزوج النساء سيعتزل النساء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم لأمره غاضبة والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم لله ولكني أصوم ويفتر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فَمَنْ رَغْيْبَ عَمْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مَنِّي سَيَخْرُدْ عَمْ السُنَّةِ هَذِي سُنَّةِ leur histoire est connue bien sûr dans le hadith les hommes qui sont venus demander par rapport à l'adoration du prophète ils voulaient bien sûr suivre l'exemple du prophète et ses époux ils ont parlé de sa vie il fait قيام ليل mais il dort bien sûr une partie de la nuit il fait le jeûne quelques jours mais il ne jeûne pas tous les jours il a des relations avec ses époux c'est humain ses sahabes, ses compagnons comme ils ont trouvé que ça pour eux c'est pas suffisant le prophète il a une place particulière au prix d'Allah pour eux ils veulent faire plus alors qu'un des deux, un de ces trois il a dit moi je vais jeûner tous les jours sans exception et l'autre il a dit je vais veiller toute la nuit il ne dort pas et le troisième il veut quitter son épouse parce qu'il veut se consacrer à l'adoration et le prophète sainte lorsqu'il a su ça il était très fâché il a dit personne ne peut prétendre qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que moi je suis le prophète je suis votre exemple à suivre et Dieu vous a dit ça mais moi je ne prive pas je jeûne et je ne pas tous les jours je dors à nuit mais bien sûr je fais la prière d'une nuit et j'ai des relations avec mes épouses voilà ma sunnah, voilà ma voix celui qui s'éloigne de cette voix il n'est pas des autres qui s'éloigne de la prière de l'État c'est qu'il faut que la prière de l'Union et bien ça c'est ça c'est ça la prière d'un dans le passé وفي مرة دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين بل يعني مجدود فسأل فقال ما هذا قال وهذا حبل ورعته ابنتك زين تقوم من الليل فإذا داهمه النوم يعني وغلبه النوم تمسكت به حتى لا تسكت فقال أزيح هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطك يصلي جسامد النشي فإذا تقى فإذا حبل ي 2001 لماذا هذا احواف فوجده لزيح فقد عداه uno ي gerade فقد عداه من شخص دعاء بحيث وسياه فقد عداه من لزيح 而 ابن إنها قد ي験 فقد عياه كانت buttons ي Federى ليص يا كب fracture تقوم فقد لην فإنه لا يساعدك وإنه لا يساعدك وإنه لا يساعدك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لتحذير من الغلو ذكر في حديثه قوم دون أن يسميهم ولكن يحذر منظر قال إنهم لئي القوم يعني يحتروا أحدكم صلاتهم عند الصلاة وإعبادته عند الإبادة ولكنهم يخرجون من الدين وإعراء الله كما يخرجون سهم من الربيين Il a parlé des gens qui sont MashaAllah dans l'Ibadah l'adoration il a dit « Lorsque vous allez vous comparer à ces gens-là vous allez vous trouver très loin » MashaAllah Il a dit « Malheureusement malgré tout ça ils vont sortir de la religion comme la flèche qui va sortir de l'arc c'est-à-dire d'une façon très rapide et après les Saurons ils ont interprété ces hadiths ce hadith-là pour l'appliquer à un groupe que les musulmans ont connu « C'est-à-dire لكن يقولون بخير قادرات الشخصية وهذا منذ النساء كانو هو إبادة إبادة يعبول الله ولا يخش الله في يبادة يعبول الله وسلم قادرات الشخصية في الحالة لأنه يحدث ان يكون الزجاجة و depois انت ذكرون هذا الحديث وإنكانهم فإيزارين بالقناة hungبادة لأنهم أن يكون هناك لك العديدية الوجيهون الذين cardi manga وضعه من دولت أنهم فيها هناك نخيلشيك hoy علمado اُعَلَارٰ وهو الكامل من مجنين الذين يتعالطون أنه لا نسائل��� على أي انتقال مع التوائي ه Service يدون انصни مجموعة يستمر يستمرون مجموعة ومن ثم يمكنهم تساة يمكنهم تساة يساة مجموعة ويساة تساة 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 وذلك أيها الإخوة ليساً تبقى تساة لكنهم نحارفوا في فاة تساة أجيس إلى أنهموا نحارفوا في فاة ويسألوا من أجيس هكذا يقولوا ويساة أن يتفعوا من نير الصالحة ويساة يقولون وخصوط أيضا يقبات لحظة يجب أنهم بفعله الله سبحانه وتعالى ويجب أنه يجب أن يجب أنه يجب أنه تحصول أحسس عنه أحسن أولا كما تفعله إجباته وليس يجب أنه يجب أنه يجب أن يجب أنه يجب أنه يجب أنه يجب أن يجب أنه في Socrates لكننا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الانتظار من هذا المكان لنستطيع أن نستطيع أن نستطيع الانتظار من هذه المحارات وهذا فالأول مهمة العلماء قال يَنْفُونَ يعني يُحَرِّرُونَ الدينِ وَيُعِدُونَ عَنْمُ تَحْرِفَ الْغَالِينِ يقولون أنه يجب أن الإمتع تحرير المكان فهي سوف يجب أن يجب أن نستطيع أن تشارك في الآحة وهي في نستطيع أن يقوم تتحرير المكان on va repousser les gens tout d'abord nous on va s'éloigner du juste milieu mais encore plus on va repousser les gens de la vérité de l'islam les gens qui ne connaissent pas la religion ils vont juger l'islam à partir de ces comportements là vous dites lorsqu'on voit des gens qui ont peur de l'islam bien sûr il y a des gens qui amplifient qui essaient de stigmatiser les musulmans qui essaie de créer des choses qui n'ont qu'une réalité il y a ces gens-là mais il est de notre responsabilité de ne pas être un élément qui va créer encore ancrer cette peur dans les cœurs des gens c'est quelqu'un qui porte la bonne nouvelle c'est-à-dire qu'il essaie d'ouvrir les cœurs des autres c'est pas quelqu'un qui va repousser les autres de la religion par une vision extrême la première défonction de ces salons de justice comme de ces gens de justice comme le professeur Salim les qualifiés il a dit c'est la falsification de ceux qui veulent s'attaquer à la religion c'est un groupe à l'opposé du premier le premier sont des gens généralement sincères mais malheureusement ils tombent dans l'exagération ce groupe-là non ce sont des gens qui veulent falsifier la religion et ça existe dans toutes les époques il y a des gens qui tombent dans l'extrême il y a des gens qui tombent dans l'extrême d'autres qui se disent musulmans parfois même ils veulent falsifier la vérité de la religion ils sont là pour rectifier les choses pour montrer le bon visage de l'islam car il y a des gens qui essaient de brader la vérité de l'islam vous savez dans toutes les réalités il y a des gens qui discutent de tout qui veulent un islam sans âme un islam qui est vidé de son sens ça existe qui essaient même d'interpréter le coran leur manière leur méthode avec un islam où tout est permis rien l'ulama ils sont là également pour ramener les gens vers le chemin de la science et de la modération la troisième mission il a dit et les savants sont là pour également s'attaquer à l'interprétation des ignorants les gens qui n'ont pas la science et malgré ça ils vont se lancer dans l'ilm etc et les savants sont là pour dire non et donc c'est le ressenti dans chaque génération des hommes de justice qui vont rétablir la vérité de l'abolition contre l'exagération contre la falsification et le laxisme et contre l'ignorance et ce sont les trois dangers qui ont toujours la révolution dans tous les ébloges ce sont les trois dangers qui guettent la communauté et il faut que les hommes de science soient vigilants et remplissent leurs devoirs pour essayer de rétablir la vérité de l'abolition tout le monde لأننا طبعا الحديث الموضوع يطول ولكن نتصر لأننا تأخرنا وننهي بهذا الشيء لأنه قد يسأل سائل فيقول وكيف لنا أن نعرف الوسطية وكل إنسان يمكن يدعي أن نفهم الإسلام فهم وسطي فنضيع بين ناس يدعون العلم أو هم من أهل العلم لكني لا أعلم إذا هم من الأوسطية أو هل عطلون على الأوسطية لكنه يسأل سؤال كيف سنعرف نفس الله فماذا يمكننا التعاني الوحيدة دعونا وكما تصبح موجودة دعونا وكما تعرفون الكثير من الوحيدة وكما تصبح موجودة دعونا أنت جالجين لما يمكننا التعاني الوحيدة دعونا ولكن كما قلت في البدار والمسلم أسلموا طفا بأن يخفي كبير Other Musulmans is that they should to teach them how to do it and with time to try to widen his connaissance but if they aren't a specialist they need to return to the Salmon to see some references الله تعالى قال لنا في القرآن فَسْأَلُوا الْاَهْلَ الْاِكْرِ وَيُنْتُومِ لاْ تَعْلَهُ كَمَ الْإِنسَانِ لاَعِلْمَ لَهُ فعليه أن يرجع لأهل الذكر أهل الذكر هم العلماء ولكن أي علماء أي أهل الذكر نعود إليه هذه الآية الكريمة فيها تفسير جميل جدا للقرطبي رحمه الله صاحب التفسير الكبير قال إن من مسؤولية المكلف المسلم عندما يريد أن يبحث عن أهل العلم فيسألهم قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال من مسؤوليته أن يبحث على أو عن أعلم أهل زمانه في بلده كلمات قصيرة لكن جمع فيها الإمام القرطبي الشروط أن يبحث عن أعلم أهل زمانه في بلده يبحث عن أهل زمانه في بلده لا أعلم أن يبحث عن أهل زمانه في بلده 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 إنها اسم إضاف مكبير fact يبحث عن أهل زمانه في طبيعة كم إفتاح عن أهل زمانه في بلده كذلك سعرن ليون أن تابع مع رcken 지난 يجب على ry葉 يجب أن أن يسأل التعليل يجب أن تابع مع رنالي إجبا علي رسد يسأل المنزيز في بعض الأعام يجب أن أع汇ل وأن أشعرد بلده congress مسؤولي أقسم باللس loosen ... أهلت في أنريبو إذا الشرع الأسئلة لا ينقارب على النركة إذا كنت تجرى لا أعرف قد يمكن أن ترغب أن يصل إلى هذه المقابلة وقال على جديد ولكن هناك جديد العديد منطع الشائ chase تدعون الم spoiler أول قد يشبع فِي بأناد قبل أنه وهذا الشارع ومع إلى العالم هذا المهم لكثير من الواقع هذا الشيء مهو أرده أسيانا لديك رأسيان على انهاء ويسألونها يسألونها ومع ذلك والمعلماء تفاقوا على أن المساعدة من المساعدة ولكن الفاتوة تغير من الوقت والعين والحالة والشخصة هذه المساعدة لا ت違 surveys ولكن الفاتوة تكون صديقية يجب كتب الأفادة تواجهوا على سبيل الناس على الأفادة مصطقة في الوصول الناس ولكن ويجب أن يربحوا على الارجول أعطال الإمام قرتوب رحمه الله أن يبحث عن أعلى أهل زبانها في بلده هكذا حتى يستطيع أن يكون على منهجه وسطي فهذا يريد إخوة حديث عن هذا المفهوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونحن لنكون من أهل التوسط والاعتدال وأن يزقنا العلم النافع والإخلاص في كل ما نعمل أنه سبع المجيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القولة التي ترون الأحسنة والسلام عليكم ورحمة الله وقرأتكم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الدكتورة هذه المحاضرة قيمة من منهجة التي بدأ فيها بتعيف الوسطي في الإسلام ثم أعراج إلى أمثلة في الوسطية ثم أبين الحديث بائع الذي لابد على كل يوحي أن يفهمه وأن يعمل به بينا في أن مرضة المجتمع يتمثل في الغلوب والتحريف والجهل إذا انتفى الغلوب وانتفى التحريف والجهل فنكون أمة الموسطة كما بينا الدكتور لعنده السؤال الآن في المحاضرة يفهم شيء بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله للشيخ محاضرته الشيخ وذتنا أن وذبنا اللغة لك عن العنصر الأخير كان عصوراً مهمة لهم بسلت القول فيه خاصة بعد إلقائك الضوء من خلال كلام الشيخ الشيخ قرطبي رحمه الله لأنه يقول اسألوا أهل الذكر يسألوا أعلم أهل زمانه في بلده يعني في الواقع أننا في فرنسا خاصة المواقع يعني لأنترمات مهدد يعني لثورة العلمية هل هذا ممكن يعني كلام الشيخ قرطبي يعني يمكن إسقاطه في الواقع الآن وليس مزاك الله الخير السؤال طبعاً مهم ونحن فعلنا نعيس في عصر ثورة الإعلام والاتصال وأصبح الإنسان الآن حتى أن بعض الناس يمزحون فيقولون إذا كان عندما سؤال وما لا تجد من يجيبك فاسأل الشيخ بوغل سيجيبك يعني أصبح بوغل طبعاً لأنه فعلاً يعني فالآن أي قضية تكتب يعطيك روابط مواقع بالمئات أو بالألاف ولكن هذه الحقيقة لا يعولوا عليه ممكن الإنسان يريد يأخذ فكرة عن الموضوع لكن لو كان الموضوع مهم وخطير ويترتب عليه حلال وحرار فعليه أن يعود يأخذ معلومات إن شاءت لكن يعود لمن هو أعلم منه حتى يبين له يعني حقيقة الأمر هذه مسؤولية للمسلم نوعاً ما نملك سلطة على أحد ولا أحد يملك سلطة على أحد ولكن المؤمن لازم يخشى الله سبحانه وتعالى في نفسه لأنه يخشى عليه أن يقع في الضلال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال الحديث قبض العلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعاً ينتزعهم كل الناس بمعنى الحديث ولكن يقبل العلم بقبض العلم حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتأوا بغير علماً فضلوا أغلوا والجهد أمر نسي يعني قد يقول قل هذا عالم فلان وعروف في البلد فلان هو ليس جهلاً هو الجهل قد يكون جهلاً بالواقع وبحقيقة الواقع عنده علم بالدين يمكن عنده جهل بالواقع وإذا كان عندي حتى فاهم لأهل الذكر الذكر ضد الغفلة قد يكون إنسان عنده غفلة عن أمر من الأمور محتاج إليه في الفتوى عرفت الواقع وحال المكلف أمر ضروري قبل الفترة جاءنا أحد الإخوة بفتوى صغيرة مطبوعة في ورق صغيرة ومترجمة وتوزع يعني بالآنات المساجد عن بنت هنا في فرنسا سألت أحد المشاهد في بلد الساد وقالت يا شيف أنا عيش مع والديها وأبي وأمي لا يصلي يصلي وأنا نصحتهم وأمرتهم ولكن لم ينتصر فماذا أفعل قال لها إنهم كافران لأنه إذا هو ترك الصلاة فهو كافر وعليك أن تخرج من هذا البيت وتبادره فقلت هذا الذي أفتى مش عارف الواطن أين تذب هذه البنت المسلمة تخرج من بيتها إلى أين إلى الشارع أن هذه فتوى ربما يعني طبعا نحن نختلف مع من يقول بأنه ترك الصلاة كافر إذا تركها جهودا إذا تركها تقصيرا أنا قول جمهور العلماء لا أعتبر كافران دعنا من هذا للجهل لكن لو كان هذا الذي يقض هذه الفتوى كافران الإسلامي هذه خالف من بيتها يمكن تمشي إلى بيت عمى إلى بيت خالق وهنا قد لا يقول لها من الأقارب أحد فإذا هناك فتوى ليس مقدر فيها يعني الواقع إذن علينا أن نحتاط هذه المسألة ولا نأخذ هذه المصيحة كما قلنا وهي مسؤولية لنه رسمنا يعني نحن إن شاء الله عن فرنسي نأخذ بأوزي من كيس جزار عمي فتوى موحبا، الذي يدعنات الربيع على الطبية oleh الناس أصوار جديد إذا أثنت مع السابق سيأتي في تحضير يجيب أن توجد تحضير فضلك سيكوان، تحضير انا جارة فضلك، هل أنحب أحدنا ميزينا ومن ثم؟ لا يقولون أنه لا يسالس لكن فإن Regardez Lorsqu'il s'agit de questions importants Il faut vérifier Avant d'opter pour un avis Deohir C'est Halal or C'est Haram Revenez aux gens de decisions Ils vont vous é domination Parce que parfois Vous allez trouver des avis Qui sont vendus Mais qui ne sont pas adaptés Avec notre situation Avec notre réalité Et ça, cela peut le mettre Dans la difficulté Devant la difficulté لدينا ذلك إلى هناك خسن بالشكل لأننا أما قد ربما أحيان لمدة الوا Wiz Naik وهي قد له نصنع على الفتم وليس يتدعون من تصنع أو على التوارdy والإنطان هذا سiami يتدعون الله سبحانه الله تحبنا القدر والذين و تحبنا القدر من ن تحبنا بالكناة ترجمة نانسي قليلا لديك لديك الهزانات على هذا ولكن من المزيدة للإعادة لدينا طورة في عادة سوعة للعقس أو لدينا أفضل شكرا للمشاهدة للمشاهدة على الفيديو سقطة للتراجع تتخلصة للتراجع إليها تتخلصة في تهامتين من شقابات ينبقي سنطلع المتلاب المساكية إنها مكراهن وأنه يجب أن يزالى على التي أتسرع التحديد من أحيان يجب أن يكون يجب أن يكون وذلك سيكون لماذا نفعل أن نحن تدخول في نظر الإنريين من وضعت بعيدة من الجمال فالسلسلين سيكون على هانه للإحماية لديهم من أكد من المنزل كمسيسي بمسي sympathetic المنزل ليخوضر في معرفة تقبل من جميع صبحت الجمال فيها الوقت من صنقل الذي يلقي ورشكس وخاربا وإنهاد وعلى الأفراري كميبد الله عبداللما ميلى وخريخة أهل المعضر ايضا في القرآن ويريدًا بالضافريين ورحمة الأبونا تِعرضت على هذه المساعدة على oyاتف الإساعدة المساعدة للمسافة من المساعدة هل أن يتعارقون الاغراء في الإنسانات? هذه المساعدة قبل انلت المادي وبيتبارات المساعدة للاحفظ 20 شخص ان تلتيارون لا تعرف أسخارك. ولكن الكثير من أيضا فها أكون إنه مجموعة بهذا سنقرر ثم تتكلم ويجبوني هم تتكلم الفيسان المنزل إنها حتيت للدن شهر إذن سيحدث عن الولايات الأخضاء. أولئك، فلات يقرأوا في الأمور. كيف يسأل الكلمات في سيئة في الهدى المسلمين في المحيات السياسية في المحيات السياسية في أوروبة. سيئة المحيات السياسية في الأمور في الهدى المعيد في الأمور. في الحية في الحياة لذا كيف تتعامل فهو يقولون أنه يتعلق أنه يتعلق على المسلحة يتعلق للمسلحة لأنه يستمر في محتفظ ولكن لن يستطيع استعمال يتعلق يقولين ما يتعلقه إذا كان يتعلق يمكن أن يتعلق يمكن أن تقوم بفعله بشكل تجاوش بشكل مهم. ومن ثم يكون كبيرا يمكن أن تقوم بشكل كبير. اليوم الآواجي، نأن الأساسي ، إذن ، تقوم بشكلهم في العامة ، في العامة أي Leslie timesinar وحسب وحسب بالعامة كلهم لأساسي بلا تقوم بشكل عامة فيisyام المحطة الآن الآن في أحضر يخبرتك الإسلام المسلمين حول أنه المدرسة يحبط وحول أنه في الوحن يحبط toujours les citoyens juridiquement parlant de la même façon, mais si on les fait les choses ne sont pas toujours pareilles et vous savez, il y a des lois, des projets de loi qui sont votées, qui sont tout le temps eniglas pour réduire la liberté d'expression des musulmans l'éval de l'éclat malheureusement sifatáv sont complètement à l'encontre المسلمين يجب وضع أن السكرة المعاركة والأسفلية مضاقيا جزيلاً ومن يعطيما فحدنا ذلك ومَنِنَاَامًا ومن المعلومات ومن المتدرين كما تعرفون أن السكرة المصنعية وهناك السكرة التي يُنس بنساقاً وأن لا ينتهي على نجوال ومن المتدرين ومن السكرة لا يتعرفون وإلينا نأثيها يزال على الارغة على الآية نجاح primo ذهبية الانتهاء من جيدة على ه으면 ما هو طاقال يخبروا على أن يتجربوا للمسل البخارة سيلم أنهم يتجربوا في الأسلام يجب أن يؤمنوا سواء إنهمهم محلوا ولكن إذاً هو أنهم هم يسعدون هم يؤمنوا إلى أهم negatively ولكنه يمكنهم أن يؤمنوا القواد هيا خالق في أمكلم مثل كلام لكنهم يمكنهم وهموا أنهم يجبون فável بالمشارات على הקمام التي يكذب من الحقيقة هذه هي المسارات akenت من إجراد hablando بنفس المدليتي وم位 نعمل أن يكون صعود للحكمية يوجد الحق every time ISAرückt عليك إستonia جهد processed موسيقى 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 و الشكل يجب أن يجب أن يكون أيضًا فنحن además أعلى Nation appeals هي هناك موسيقى ت означ amen ولكن في أيضاً لدينا ايضاً.. ولكن في حالة التجارة، حيث نحن تجديد التجارة الثانيين فنحن مجدد كثيراً إنها تجارة الإنساطة ولكن نحن مجدد ما هذه المدارية لحضور المجلس الأوروبية وممتع بحكمة الإدارة في المحن الأوروبي المدات منهجية التعامة بعد كتاب السنوية ولكن انها مدارة في العدد جانعات يعني استفدنا من هذه المنهجات كيفية التعامل مع الكتاب والسنة ومن خلال مدارسنا عنده هنا في فرنسا خاصة في المسجد يا أمه قضية الربا التعامل الربا المجلس أصدر فتوى ورئيس المجلس هو الشيخ قراغوي واعتمدون عدة مقاومات وأصدفاتهم الدكتورة والاقتصاد مهم المسوسة التي اعتمدتم عليها في بنسبة الشراء الميوت في فرنسا لأنه وقع ضجمة بين مؤيد ومؤاد فنريد تسترضى لإنتاج يفهم الناس هذه الفتوى من طرفكم إن شاء الله باختصار ثم نؤذر أن نصلي وراءكم أستمعوا هذه الفتوة الربا المهمة جدا فضر فتو بسم الله الرحمن الرحيم وفيما يتعلق بشراء البيوت المخصصة للسكن يعني لازم الأمر يكون ماضح بالبيت الذي يشتريه الإنسان ليسكن فيه وهو البيت الأساسي كما يقال ريزيدونس قاسيطا ليس بيت ثاني أو كلا المجلس الأوروبي الإفتاء يعني هذه المسرى عرضت وكما تعرفون أن شراء البيوت في أوروبا من الصعب أن الإنسان يجد ملف كامل من أجل أن يشتريه البيت فقد يلجأ إلى القرض والقرض من البنك فيه فوائد والفوائد هي الربا والإسلام حرم الربا كما تعرفون لكن المجلس درس الموضوع من الناحية الفقهية أو من الناحية أيضا الواقعية وتوصل إلى الفتوى التي هي قائمة على أربع نقاط النقطة الأولى تذكير بأن الإسلام حرم الربا هذا حكم ثابت يعني نحن لن يمكن أن نغير حكم الله سبحانه وتعالى الرلاح القرم بنص القرآن والسنة وكل قرم يعني جرى نفعا فهو ربا النقطة الثانية تقول بأن التمذك البيت يعتبر من الحاجات يعني هل من الإنسان تعرف أن المصالح في مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية والحاجات تنزل منزلة ضرورة كما يقول الفقهاء فقالوا أن التملك البيت أن الإنسان يملك بيت يسهل فيه يعتبر هذا من الحاجات من المصالح الحاجية ولكن إذا لم يجدت يعني أولا ما الذي يمول عليه أن يبحث عن أي مؤسسة تقرده ما بعقل إسلامي إذا وجد يعني بانك يتعامل معاملات إسلامية أو هيئة تمول بطريقة إسلامية كما هو البنوك الإسلامية فهنا عليه أن يأخذ من هذه الهيلة بعقل يعني شرع إذا لم يجد هذا يمكن أن يفارض مع البنك حتى البنك الربوي يتصل به ويأخذ إذا ممكن منهم سيرة فإذا لم يجد هذا إلا أن يأخذ قرد يعني بالفائدة قرد الربوي فهنا استثناءا وجيز له ذلك من أجل شراء بيك للسكن فإذا هذه الفتوى هي فتوى استثنائية للحبيب يعني هي استثناء من القاعدة القاعدة أن الربا محرم طبعا نحن في فرنسا الآن هناك اهتمام بالمالية الإسلامية قبل ثلاث سنوات أبدا والآن ضعفها اهتمام للسنة الأخيرة وحتى هناك في فرنسا القوانين حصل فيها شيء من التغيير بلحيث تسمح المفروض بوجود بنوك إسلامية أو أن البنوك هذه الربوية تفتح قسم بالمعاملات الإسلامية لأن البنوك الفرنسية التي تشترك الشرق في دول خليج وغيرها كل البنوك الكبيرة المعروفة عندها أقسام للمعاملات الإسلامية وبإمكانها أن تفتح هنا ولكن لم تفتح الآن فيه بعض البنوك الأجنبية التي فتحت وبدأت توجد يعني عقود إسلامية لأنه طبعا نطاطي مال وهذا المال يرجعه صاحبه مع زيادة لكن ليس زيادة ربوية بعقب آخر مختلف إما يكون بما يسمى الإيجارة المنتهية بالتمليك أو عن طريق المضاربة المرابعة عفوا إلى آخرية يعني فيه سياسة طبعا ما نستطيع المجرح هذا لأنه يحتاج إلى وقت فإذن خلاص القول أنه الإنسان إذا أراد يشتري البيت ليسكنه وليس له مال عنده مبلغ مال أو يقترب من إنسان يعرف يرجعه القرب حسنا بدون ثوات ولا يجد بنكا يعامله معاملة إسلامية واضطر إلى هذا يعني فينجر لهذا القارئ الربا واستثناء من القارئ وهذا بنية أول كما قلنا على مسئلة الحاجة أن تملك البيت واعتبر حاجة والحاجة تنزل نزيلها الضرورة وبنية أيضا استئنسة برأي موجود عند الأحناف في المذهب الحنفي يقول بأن الربا يعني في ضار الحرب وهم يقصدون أن الحرب هي غير ضار الإسلام يعني من قسم العالم إلى ضار الإسلام وضار حرب يعني كل ضاره ليس ضار الإسلام فكأنه ضار حرب اعتبروا أن الربا يجوز استثناء ليش؟ لأنه هذا يدخل في نظام مجتمع ليس قائم على الإسلام ولا المسلم مضطر للتعامل مع غيره فأجازوا بل كذا رأي موجود وإن كان هذا رأي لم يكن به الفقهاء الآخرون لكن رأي موجود يعني في الفقه الإسلام وبالتالي نحن نقول يعني أن الإنسان الذي يريده أن يشتري بيتا لأنه في الحقيقة المجلس أيضا قام بدراسة اجتماعية بعض الناس الذين لا يتملكون بيوت ويصل الإنسان في وقت من الأوقات ينقطع عن العمل أو يكون في التقاعد دخله يسكن في مدينة كبيرة الإجارات عالية جدا ربما هذا الراطب البسيط الذي يأخذ في التقاعد يذهب كله في الإيجار وأحيانا قد لايك فيه ويعيش في ثاقة أو في فقر ولذلك بعض الناس يضطروا إلى أن يذهبوا إلى بيوت العجزة ومسلم له حياته الخاصة وعبادته وصلاة ويجد نفسه في وسط يعني لا يعينه على أن يعيش الإنسان براحة لذلك كان الرأي أنه هذا الإنسان أصد كان مالكا لبيتها أو لشقةه فحتى لو كان دخله بسيط يستطيع بذلك أن يعيش بذلك الدخل ويغطي نفقاته لذلك رؤية كذلك هذا الجانب يعني هذا الجانب الاجتماعي في بعض الأحيان يطرح يعني لا شك فبالتالي هذه الفتوى ولكن يعني لو أن المسلمين طالبوا يعني حتى البنوك اللي يتعاملون معها فهذه المطالبات ربما تسجعل هذه البنوك تستجيل وقد سمعنا أن أحد البنوك المغربية هنا موجود في فرنسا فبادوا يفتحوا هذا البن يعني فلازم المسلمين الرحب يستخدروا يعني ويأخذوا معلومات لأن إذا فيه بنك إسلامي بنك يعني قصد ولو 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 لكن يفتح باب المعاملات الإسلامية فنحن لازم نشجعه ونتعامل معه بحيث يعني هذا الأمر يزداد عليه الإقبال وهذا سيغري بقية البنوك أنها إذن تحذو حذوة فهذا إذن فيما يتعلق بفتوى الشراء للبيوت نشكر الدكتور على هذه المحاضرة قيمة نشاء الله نأمل أن يكمل لنا للمحاضرة مسابة مفتوحة الأبواب ونتضبط كل المحاضرة أن الوقت ضيق ما شاء الله يردنا في مرحلة القادمة ما شاء الله يردنا أن يكمل لنا هذه المحاضرة تعاملها قواعد الفهم الوسطي في الإسلام وأنه لا يستأذن للدكتور في أمام الملأ في المستقبل البعيد القريب أنه في هذا الموضوع يجعله العنوان أعداء البعض من طرف إن هذا العنوان جيد قواعد الفهم الوسطي في الإسلام إذا فهمنا الوسطي في الإسلام ما عادش نعود في مشكلة إن تبع الشيخ هذا أو شيخ هذا أفهم الوسطية أفهم كل شيء إن تفهم لنا كل حق الطيارات والخلافات كلها عن طريق هذا العنوان فهم الوسطي في الإسلام ندعو الله علينا محمد فإنك من رحم ولا ترعذبنا فإنك علينا قادر ولا تصمت علينا بذنوبنا ولا خلفك فينا وأرحمنا اللهم اجعلنا أمة وسطة اللهم اجعلنا أمة وسطة اللهم اجعلنا أمة عدلة اللهم احشرنا في زمارة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك بالعزة والمعصفون والسلام عليكم والسلام عليكم الحمد لله والأمين بذلك كل خير والسلام عليكم ورحمة الله